هو كل حاجة ما بتخدش عادي الرموشي مش رموشي ماشي اللي مش عارف الحواجب مش حواجبيه تمام الشعر مش شعري أوكي شلال بتاع دي يسأل لها طبعا دي وحشة جدا في طب الأسنان اللي بتغطي يعني بيستخدمها دولتها لمتد قوي يعني مناسبة مش عارف ايه قال لها دي أسناني أغمع عليها وعلى فكرة دي القاعدة الأساسية اللي عايزكم تعرفها الإنسان يتقبل أي شيء في شارك حياته أو في الإنسانة اللي معجب بيها إلا إن سنانها تكون وحشة سنانها وحشة كنتم معها الباقي كله أزواء فيه ناس تحب الطويلة فيه ناس تحب القصيرة فيه ناس تحب السمرة فيه ناس تحب البيضة فيه ناس تحب الشعر الطويل فيه ناس تحب الشعر القصير فيه ناس ما مفرقش معاه الشعر خالص كل وارد فيه ناس بتحب البنت اللي هي الانها خضرة في ناس احب البنت الانها السودة لكن مفيش حد بيحب سنانه وحشة لا بنت ولا رجل الكلام ده حطوه في دماغه كويس قوي ولذلك اللي عايش عنده سنة مفقودة وعمل يصير فلوسه يمين وشمال بقوله بليز اعمل سنانك وخصوصا ان دلوقتي فيه حاجة بقى لازم اقولها لكم سنة 1952 فيه تسمية قالت سمها الاندماج العظمي على ظاهرة اتواجدت عشان توصف ارتباط التايتينيوم بالعظم المفهوم بتاع الاندماج العظمي اتطبع في طب الاسنان سنة 1960 وطبعا واحد اسمه برون مارك هو اللي بدأ يشتغل الشغل ده وبرون مارك ده بروفيسور في جامعة غودنبرج قام بوضع غنسات الاسنان لأول مريضة بشرية اسمها غستا لارسون ده بناء على فهمه ان فيه حاجة مهمة جدا نسمها لاندماج العظمي ما بين العظم وبين الغرسة النهاردة هنتكلم على الغرسات الجديدة والانواع الجديدة والتايتينيوم وفيلم كبير قوي وليلة يا باشا النهاردة في الحوار لأ وبعدين فيه حاجة تانية كنا بنخاف من الزرعة لزرعة تضرب عصب لزرعة توصل جيب ام فيه طلع فيه دلوقتي تقنية حديثة جدا تخلينا وبمتأكد أثناء الزرعة أننا بعيدة على العصب وبعيدة عن الجيب الان فيه وما فيش احتمالات أننا غلط يعني التقنية اللي هنتكلم عليها دي تقنية تحميني أثناء الزراعة نفسها مش تحميني قبلها وأنا في الزراعة معتمد على خبرات أو رؤية قبلها قصة برضو موال جامد قوي النهاردة القصص والموال كثيرة مع ضيفي العزيز الذي سيبدأ في حواره الغير تقليدي والممتع دائما أساس الدكتور شادي علي حسين كل الطب ببني علاقة داك نفسه تشخيص إهمال الأسنان كارث يا دكتور عيمان وتشخيص الأسنان حاجة في غاية الأهمية ربنا خلق لي مقاييس قياسية لأسنان حشوات تجميلية يعني إيه؟ يعني إيه كلمة حشوة تجميلية؟ كلمة لسه ما وصلش للعصب يبينسميه العلاج التحفظ دايما الناس بتهمل الأسنان في مرحلة ذات عالم طب الأسنان للأطفال بقى عالم مهم جدا شهرة القشرة التجميلية في الغرب أكتر كتير جدا من الموجودة في مصر تحضير القشرة التجميلية هو أصعب تحضير في تركيبات الأسنان مفيش حاجة اسمها قشرة مدار تحضير أربع ساعة بتخلص الزرح أنا يا دكتور هخش لك العيادة هطلع من عندك فاضي ولا بأسنان هتطلع بأسنان بس في الأول وفي الآخر أنت ماشي بأسنان أحسن من اللي تدخل الأستاذ الدكتور شادي علي حسين أستاذ مساعد بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس دكتوراه علاج الجذور بجامعة عين شمس ماجستير علاج الجذور بجامعة عين شمس زميل الكونجرس العالمي لزراعة الأسنان عضو الجمعية الأمريكية لعلاج الجذور المدرب المعتمد من الجمعية العالمية لطب الأسنان الرقمية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة انت بص لي سنة واقعة وبيصرف لس في الهيافة مش عارف ايه مش عارف ايه لا يحصلوا من جراء هزي السنة المفقودة والاية المشكلة في النقطتين دايما هو الموجه لنفسيات معظم الناس ويمكن احنا بقى يمكن في التخصصات تانية برضو بنعمل كده الحاجة الاولينية هو ان الاحساس ان الموضوع هيبقى مؤلم وهياخد وقت فممكن يبقى كسل او خوف الحاجة التانية ان هو يبقى شاف او شاف خبرة من حد تاني مش كويسة او سمع كلام من الناس بتحسسوا ان الموضوع بسيط او هو حاول ان هو يشوف الويكيبيديا والحاجات اللي بيحاول دايما كنا بنحاول انه بص على جوجل يقول لك جوجلت فتلاقي ان هو هداز انه ان المشكلة دي ممكن تقدي لمشاكل في الهضم لمشاكل في ال ده يعني ممكن ناس كتيرة جدا عايز يقول لك ابتدت ان هي تتخسوا تبقى تلعب رياضة ومش عارف ايه والكلام ده كله مجرد من ابتدت سنانه كان الاول سنانه الخلفية دي مش موجودة وهو مش مهتم بيها شكل الوش اكبر سنة كتير جدا هضموا وحش جدا ابيزوا وتخينوا مش عارف يبقى حاسس ان هو مبسوط ليه لان هو مش عارف يأكل الحاجات الالياف والحاجات المزبوطة والحاجات الهالسي علشان اللايفستايل كله بادي من الفم بيت الداء على رأي رسول الله السلام على قول الرسول الله السلام ان بيت الداء هو الفم المعدة بيت الداء المعدة بيت الداء بس طبعا كله يعني 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 حاسبه من قدم له قائمات ان يوقف له عضو ده طبعا يعني فلما منيجي نتكلم احنا جنرال ابتدينا ان احنا يعني مرة واحدة كده مدخلين اتنين تكنولوجيا في الزراعة مع بعض علشان نحسن تحت الناس نوصلها يعني للالتيمت زي ما بيقول اول حاجة حراكة بتديس يمكن بموضوع الاندماج العظمي او الاستوين تجريشن واول واحد فعلا عملها هو برانا مارك واحسن ده كان دكتور عزام بيحاول انه هو كان يعني معاقر شين كان والده غاني جدا فكان بيحاول يعني عنده كاميرا لما جوم يعملوله كاميرا دهما حراكة مثلا كده بتيجي تعمل حاجة دهب يعني مثلا اللي بيعمله عربية دهب فهو عمل الكاميرا من التايتينيام التايتينيام ده كان يعني بيستخدم قبل البلاتينم كان هو دهب لبيض بتعزمان طيب كان التايتينيام ده الحاجة ايه قبل البلاتينم كويس هو درك شوي عن البلاتينم وبرضو عنصر من العناصر الخاملة الندرة في اعلى الكيميكل متل تشين ف طبعا عمل الكاميرا من التايتينيام ففوجئ برد فعل عظم أو الاندماج العظمي ده الظاهرة دي اكتشفها أنه كان دخ حاطت الكاميرا دي كاميرا صغيرة من التايتينيوم حاطتها عشان يصور بيها التقام العظم بعد الكسور ففوجئ أن حصل اندماج عظمي ما بين التايتينيوم وما بين العظم والأنسجة الرخوة كمان اللي هي زي الجلد وزي اللاسة وزي الكلام ده كله بتتقبلها بشكل هايل فطبعا الهافن أو الجنة بالنسبة لأي حد دلوقتي أنه يعمل الحاجة من التايتينيوم فابتدينا أن احنا ندمج الشكل الحلو بتاع الفورسلان الشفاف اللي عاملينه جديد اللي هو الالترا ترانسلوسين زيركونيا مع الهيكل التايتينيوم مشكلة التايتينيوم الأساسية أنه هو محتاج مكان من نوع معين مكان اللي هو السي النسي كبير جدا محتاج ديزاينز عنيفة لأنه هو الموشنز أو حركة المكانة اللي بتخرج دي بتختلف من حاجة للتانية فهي محتاجة زي ما تقول كده دكتور أيمان لاين صناعي وليس لاين طبي تو سبورت لاين الطبي فلازم يبقى فيه حاجة زي مكان مصنع تبتدي تقدر تعمل فيه الفريمورك التايتينيوم ده فكان فكرة أو تكلفة الكلام ده ككوست أفاكتفنس أو أن أنا أقدر أعمل حاجة زي كده أعمل مصنع تايتينيوم عشان أعمل بس مجرد تركيبات ما كانتش تنفع أنها تتم على مجموعة عيادات صغيرة يعني ماينفعش واحد في عيادته يعمل يجيب مكينة تايتينيوم مكينة هيوج ماشين عشان تعمل تايتينيوم دي محتاجة مكينة زي ما حريك شايفة كده مكينة يعني ضخمة جدا فطبعا الحمد لله أنت عرف شايني وقت وصلت أربعين عيادة فبقى عندنا كمؤسسة علاجية من أكبر مؤسسات العلاجية في الشرق الأوسط بقى عندي الكاباسيتي أو الكام أن أنا أقدر أعمل مصنع للتركيبات وأعمل تايتينيوم فدي أول حاجة اللي هي تايتينيوم اللي احنا قدرنا أن نعملها وإذا ما حريك شايف كده تايتينيوم اختصار تايتينيوم بلاس دايموند اللي هو الUTML زركونيوم تايتينيوم وزيركونيوم الزيركونيوم اللي احنا متعودينا عليه بيأتعمل بالكمبيوتر وطايتينيوم كمان معمول بالكمبيوتر فده ندينا أولا في التركيب إن أنا أقدر أركب فترة أسيرة جدا التركيبات التآكل بتاع العظم حولها أولا جدا الالتحام بقى أصبح الاربع زرعات أو الست زرعات ملتحمين مع التركيبة هم حتة واحدة فأصبح في توزيع للأحمال هايل وزن الطايتين يوم دخوف في الريشة عمره ما يكون ريحة وحشة لأن ما فيش ما تلتصقش على سطحه أي حاجة البكتيريا ما تقدرش تلتصق على سطحه اللي سبتتعامل معاه بشكل هايل ما يبقاش فيه فراغات طبعا التايتين يوم ده أنت ما بتشوفوه ده بيبقى تحت هو ده اللي ملتصق في اللاسة اللي الحاليك بتشوفوه هو الـ Pink Porcelain Porcelain Lino Pink والتركيبات اللي هي اللون هايل نسبة لللي عندهم نقص في اللاسة يعني اللي بتجين زراعة شبه لاسة صناعية بالزبط الشكل صناعي الحاجة الجميلة في الموضوع بقى كمان إنه هو مفوش أي مادة لازة يعني يمكن كنا منتكلم عن حاجات دي في السنجل إيمبلانس في الزراعات اللي هي بتاعت السنانة المنفردة إن دايماً مادة اللازق هي السبب الرئيسي في حدوث الـ Peri-Implantitis أو الالتهاب مع حول الزرع ليه؟ لأن مادة اللازق دي بتنزل تبتدي تعمل التهاب حاجة في مها كأنه الجسم يعتبرها جسم غريب وتبتدي يحصل التهاب وبص تلاقي إن فيه ورم حوالين الزرع بعد ما بيلزق التربوش أو بعد ما بيحط التربوش دي التايتين يوم ده بيطرب التايتين يوم في تايتين يوم فأصبح مفيش أي مادة اللازق موجودة نهائيا طيب ده منظر يمكن الفريم ده قبل ما بنحط عليه الجزء الزيركونيوم والجزء البينك وبعد ما بنحط عليه الجزء الزيركونيوم والجزء البينك يمكن برضو معنا صورة ليه بيبقى شكله طبيعي أسنان طبيعية تماما كانت شوش دلوقتي كله فده الجزء بتاع التركيبات يعني إحنا اللي هو الجزء بتاع التاي دايامود دايماً المشكلة اللي كانت بتقابل الناس برضو أجين اللي هي إن أنا بقى طب ده جزء بتاع التركيب احنا خدناها من الآخر للأول طب الجزء بتاع إن أنا حط الزرعة جزء بتاعنا أنا حط الزرعة كنا بنشتغل عن طريق أشعة المقطعية العادية وإن إحنا نحط الزرعة عن طريق الدليل الجراحي وهو ده يمكن منظر التركيب الطاي دايامود هي عبارة عن لسة وأسنان من جوة بقى الطايتين يوم حرارك شايفوا مش شايفوا من جوة والناحية اللي لزقة في اللاسة من فوق فده بيطربط عليه الطايتين يوم وبيبقى وزنه بقى دكتور أيمان تتشيله هو خف الرش تمام؟ ليه؟ لأنه هو مادة الطايتين يوم دي خفيفة جداً 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 وفي نفس الوقت قوية جداً 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 طايتين يوم هو قوي لسببين يا دكتور أيمان السبب الأولاني إنه هو الجزيقات بتاعته قريبة من بعض جداً فليها تركيبة فيزيائية وكيميائية بتخلي إن ما فيه السيرفس أنيرجي بتاعته أو الطاقة السطحية بتاعته عالية جداً فما فيش أي حاجة تلتصق به في نفس الوقت لما بييجي يضغط هو حنين جداً على التعاول لو دست على إيه بعربية نقل تقدرش أن انت لا تتنيه ولا تكسره فده الجزء طبعا عايز إليك بس ميزة إن الحاجة تكون خفيفة في الزرع في الكبري نفسه طبعا أنا دلوقتي النهاردة الكبري ده محطوط على الفك السفلي أو الفك العلو فك السفلي بتاع الفك السفلي بالزاد هو مشدود بعضلة العضلة دي كل ما وزن الفك زاد أصبح المجهود على العضلة دي أكتر زي ما حضرتك النهاردة بتشيل دمبلز أو بتشيل حديد كل ما بتزيد الوزن المجهود على العضلة أكتر فطبعا أنا بحطه أساسا في حالات العضلات بيبقى ضعيفة كبير في السن كبير أو إنه هو لما بيخلع بقاله فترة بيحصل تراهل لعضلة المسيتر دي فأنا النهاردة لما بحط التقيل ده بيعمل صداع نصف وتلاقي الدكتور مش عارف سبب الصداع نصف منين وتلاقيه روح يقول لفع ده كاتر الأعصاب وده كاتر الأنف والأزن وده كاترت الرمض وده كاترت كل التخصصات علشان يعمل يشوف الصداع نصف لي وسبب إنه هو حط كبري تقيل جدا فده من الحاجات اللي وجدناه هو عيبا استطاع تراكشن تراكشن هيدك تراكشن هيدك بالزبط صداع شد عضلة بالزبط يجي يمكن التقنية بقى اللي شغالة للناس دلوقتي إن أنا أحط الزرعات إزاي دلوقتي أصبح عندنا في حاجة اختراع برضو جديد اسمه النابي دانت النابي دانت ده أو الأشعة التفاعلية هو اختراع ونابي ده اختصار إيه نافيجيشن في الدانتل نافيجيشن يعني ملاح بالزبط جاي جي بي اس كده وهو تعريف العلمي ديناميك نافيجيشن سيستم يعني الملاح الحركي أو أثناء الحركة أثناء الفعلي أثناء العمل أثناء العمل أنا بشتغل بزرع بالزبط هو ده فكرته ببساطة إحنا بنحط زرعات اللي في التجاهات صعبة زي الأولونفور بنحط الزرع ميلة بشكل معين بنحط عايزين نحط في مناطق جنب العصب في وراء الجيب الأنفي عايزة حط الزرع في مكان علشان أمن يعني أوفر على المريض ده إنه نزرع عض فده عبارة عن موشن ديتيكشن كاميرا الحركة دي المحركة شايفها دي كده هي عبارة عن كاميرا بتصور الحركة وبتفضل ماشي وراها فهو بيلقط التارجد بتاعه التارجد بتاعه هو مع الجهاز ده في حاجة معانة بتركب على الجهاز باللي بيحط الزرع زي شكل دايرة كده فيها حتة بيضة وحتة سودة كده زي ما بيبعينا في الصورة الجهاز بيقرأ الشيب ده ويشوفه رايح فين إحنا بنعمل التخطيط الجراحي بتاعنا للزرع في أي حتة أنا عايزها يا دكتور أين ولترالي في أي حتة جاعة الجبل في جنب عصب في أي حتة في أي حتة أنا عايزها وأنا مش خايف ليه؟ لأن أنا هخش من الاتجاه اللي هيعجبني والجهاز هيوريني الاتجاه الصح اللي أنا همشي به فيه ويوري حضرتك تارجزة ما انت شايف كده تفضل ماشي موجهك انت عايز تحط الزرع دي للزرع اللي احنا عملنا لها بلانيج اقول احنا عملنا لها تخطيط قبل ما نشتغل يفضل مماشيك يقولك لأ خش يمين شوية خش شمال شوية أقف أقف في 30 ثانية تخل العمق قدامك كمان شوية وتوقف أول ما توصل للعمق توقف تحط الزرع في المكان المخطط ليه بالزبط بهامش أرور 3 من 10 تلاف 3 من 10 تلاف من الملي يعني تقريبا ولا أي حاجة فبالتالي أنا النهاردة قدرت ان انا حط زرع بدون جراح في 30 ثانية من غير ما اعمل خطوات مقاسات عشان اعمل دليل جراحي قدرت اشوف ودي ميزة كانت حلم ان انا يبقى بدل اكني بقول اكس راي فيلم اكس راي او صورة أشعة بقى عندي فيلم أشعة بدل ما انا عندي صورة سابقة فيلم يعني فيلم متحرك متحرك صور صور ورا بعضة بالزبط بالزبط بقدر ان انا امشي عايز اخش في العظم في الحت في الاتجاه ده عايز اعمل كذا في العظم في الاتجاه ده عايز احط ده عايز افكرني بايه نافي ساستم نافي ساستم يفكرني زي ما يكون انت رايح مشوار واحد مهتمي بيك اوه بيكلمك طول المشوار ده مش بيكلمك ده انت بيصور لك وهو بيقولك ايه انت وانت ماشي كده فيه قدامك صور مدرسة اه وهو شايف الصورة ادخل يمين ده مش بيوصف لك وسابك لا ده هو معاك اول بول لا ده كمان يعني هو يمكن لو قربناها للناس زي جوجل بس كأن جوجل بيتحكم في الدريكسون والفرامل اه كويس يعني هو دلوقتي التسلا بقى اللي هو العربية التسلا دلوقتي بتمشي الوحدة كويس تسلا ماشي اه اه فهو هو متوجه انه هو انا اقيله انا عايز اروح في الحتة الفلانية هو بيشوف الطريق اللي هو اللي هو اللي بعيد عن الزحمة اه والبتاع يعني ذايب الزبط جوجل كويس يقولك لا ابعد يوم عام لما يلاقي حتة زحمة يقوم جايب لك حتة تانية تروح منها يوم كمان بقى بيدوسلك فرامل ويدوسلك بنزين وبيخشيلك يمين وبيخشيلك الشمال هو الجهاز ده بيوقف لو انت دخلت على الحتة غلط لو انت ماشي في اتجاه غلط يوم واقف والدوران يوم واقف والدوران اللي هو الحفار الحفار ده او الزرع نفسها بحط الزرع ما هو عاصل ده بتعرف الدليل الجراحي كنا بنستخدمه ان احنا بنحفر بيه بس لا انت مش تحفر بس انت بتحفر وبتحط الزرع وبتام كل حاجة بالجهاز ليه انت كل ما بتقرب من العضن هو بيوريه لك انت فين بيوريك مقطع عرضي ومقطع طولي ومقطع كروس اكشن انت بقى سؤال مهم اه الوقت انت بتحفر مهمة او بالنسبة لك انت بتعرف انت بتحفر فين بعيد عن عصب بعيد عن جيب أمفي صح؟ تمام انت كده امام انت لذا ما حفرت تمام لما حط الزرع هحتاجه تاني في ايه؟ هحتاجه تاني ان ما يحصلش برضو الى النهاردة انا ممكن اعدي من جنب العصب بنص ميلي يا دكتور ايه وانت بتحط الزرع تروح جايب العصب وانا بحط الزرع ميلي ايدي شوية كده او مخبط العصب بس ارقى كفية بقيت تحدي بروح تروح تروح اه بقى دكتور سنان لا بقى سؤال اللي فادة اه سؤال اللي فادة هو العظيم اه اه هو ما بيسبش نسبة ايرور بيساد بوصلك لغاية بره الامان زي هو اه ايه وصلك لحد ما تحط الزرع خلاص حطيت الزرع جوه فم المريض خلاص هو بقى خلاص بقى انا كده تمام وهو عارف انه هو كانت عارف حدرتك جزء من التعالى الليرنين كيروف ده الجهاز ده صعب جده ليه؟ انت بتعمل قياس بتقوله لازم تقوله كل اداة عندك تعرفه عليها كوائز بنقعد نعرفه قابل طبعا الكلام ده مرة واحدة بس بنعرفه انا والله عندي الزرعات اطولها كزا وعندي الشنيور بتاعي ده اول 4 مجده ده حجمه كزا ويشوفه ويقراه ويعمل كاليبريشن يلازم يقراه يقيسه يقيسه بحيث انه هو لما يجي يوصف لك اي حركة يوصفها لك صح ما في المال يبقى هو عارف فهو يعني هذا الشنيور مثلا سمكه قد ايه بيحفر بسمكة قد ايه بطول قد ايه ومن الحاجات برضه اللي انا بحبش ادخل الناس في تفاصيل كتيره بس كلمة حفر دي ما بقيتش موجودة ليه بقى؟ احنا كنا زمان لما بنيجي كان في حاجة اسمع ميكانيكا الدريلين كنا نبتدي ان احنا نحفر حفرة جوه العضل علشان نحط الزرع كويس؟ فكان حتى الحفرة ده بيخوف الناس كلام ده ما بقاش موجود الكلام ده دلوقتي بقى في حاجة اسمها بايولوجيكال انسرشن بايولوجيكال انسرشن ده ان احنا بنلف بالراحة خالص كده كويس؟ بأداة بدل ما كانوا مثلا خمس ستة أداة أداة واحدة وبعدين اقوم حاطة الزرع بضغط بسيط من طبعا تورك يعني عزم من الجهاز والزرع بدل ما كانت بتتعامل بحفر لا بتتعامل زي الساندويتش يا دكتور ايمان عارف لكنك ايه بتزق العظم شوية كده لبرة وتقوم مزحلقها في النص كويس؟ عشان ما تهدرش عظم عشان ما هدرش عظم عشان ما حفرش هي كلمة حفر دلوقتي أصبحت غير موجودة دي عايزة حلقة لوحدة دي عايزة حلقة والله رزيز ما هو ده من ضمن السايكل على فكرة دكتور ايمان بتاعت النافيدنت وهو النافيدنت مش مجرد جهاز بس بيقول لنا الاتجاه لا ده ليه ثتب معين في الحفر فيه او ملاش الحفر بقى الوضع الزرع ليه ثتب معين في التصميم بس هو خطواته شبه للخطوات القديمة بالنسبة للمريد بالنسبة للمريد لا هي مش الشبه خالص بس هو بياخد اشعة وبيخش اضع الزرع ما قاعدش فيه مقاس في النص ما قاعدش فيه دليل جراحي بيتصنع ما قاعدش فيه تكلفة دليل جراحي ما بخد بالك من النقطة برضو انا النهاردة كنت زمان باخد مقاسات دي ليها التكلفة علي و عالمريد بعمل دليل جراحي دي ليها التكلفة علي و عالمريد Dee ما انا النهاردة والمريد ما فيش حاجة فيزيك爆 vakبيBI يدفع فيها فلوس هو هيجي يصور اشعة يدفع تمان الاشعة وحط زرعيته في خمس دقائق وياخد أعلى درجة من الدقة والإتقان النقطة المهمة جدا جدا إن أنا النهاردة علشان أحط الزرعة دي بالتكنيك ده خدت وقت قد إيه خمس دقائق زيار تلاتين سنة حطيت الزرعة في تلاتين سنة طيب من النقطة المهمة جدا جدا برضو البرنامج ده عنده قدرة عالية جدا 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 على الأمان للمريض إزاي زي ما أنت حالك شايف كده أولا الكاميرا دي اللي بتصور فيه كاميرا بقى الكاميرا الموشن ديكشن دي بتصور كمان العملية بالكامل بتاعة الزرعة فالمريض ممكن لما يخلص ياخد سيدهاية كده عليها فيديو العملية وعليها خطوات العملية وعليها كل حاجة عارف زي فيديو الأسطرة كده اللي بتعمل بتاع القلب هو ذيه بالزبط نقطة التالتة البرنامج ده هو الجهاز ده ما فيش منه غير 18 في العالم لأنه هو محتاج حاجة اسمها Navident Pre-certification حضرتك لازم تبقى certified علشان تداري تشتغل بالجهاز ده تمام؟ فبالتالي احنا جبنا راجل international trainer هما اتنين في العالم جبناه في شايني ويت الراجل طبعا الحمد لله زوهل قاعد يقول انا ما شفتش الدكرات ده في حياتي وما شفتش المنظر ده في حياتي هو الراجل اصلا ايطالي بس هو يعني قال لك انا في ايطاليا كلها ما شفتش الكلام ده ولا فقال منه انا بلف العالم بلف العالم كله بالجهاز ده عشان يوريه لي الناس وبيقولي انا ما شفتش تشتبه وامريكا هي اللي بتعتبر زيك وكده وراح امريكا والله هو بيقولي ما شفش زي شايني ويت والله الحمد لله حاجة التانية انه هو غير الموضوع البرنامج ده كل حالة بتتعمل بيقوم البرنامج اوتوماتيك يقوم مقارن البرنامج بالباست بلانيج لان هو عنده بقى الفيديو انت حسن الزرع فين معه عارف معه مصور بيقوم بركبهم لك على بعض ويقوم ايلك اهو انا عندي الارور بتاعي 0% كويس ويقوم باعت للشركة الام الجهاز ده دكتور ايمان فيه منه 18 جهاز على مستوى العالم على مستوى العالم مفيش غير 18 جهاز نافي دينت الشرق الاوسط كله بالكامل مفيهوش نافي دينت غيرها عند مصر عند شايني وقت فالحمد لله قدرنا نبقى في مصاف الاوائل في التكنولوجيا اللي هي كان الغرب زمان بيرضاش انها هتيجي لمصر بس الحمد لله السقل بتاعنا في الانترناشنال ماركت دلوقتي في السياحة العلاجية بقينا حطينا مصر في الخمسة الاوائل في تكنولوجيا طب الاسنان ضيف العزيز سيد دكتور شريع علي حسين كالعادة امتعنا في حوار ممتع جدا فيه واحدة من المناطق المهمة في عالم الزراعة الزراعة حيث ثلاث نقاط ومخطط مهمين جدا كلنا نفسنا نعمل لهم أشي في منتجاهية الدقة والمتانة الجودة والسرعة صح كده؟ خليكم مع الدكتور شكرا شكرا